اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بحقائق وارقام توضح حجم التغييرات والتطوير الذي تتمتع به مستويات المشاركة النسائية في البحرين بالاضافة الى ما تخصصه تلك الجهات من برامج ومبادرات او خطط وسياسات تعمل في محصلتها النهائية على تحقيق التوازن المطلوب وتقليص اية فجوات تؤثر على ادماج احتياجات المرأة والأسرة في التشريعات الوطنية وضمن السياسات الحكومية او على صعيد مشاركتها في الشأن المجتمعية وجددت صاحبة السمو الملكي الامير سبيكا بنت ابراهيم الخليفة تأكيدها على التزام المجلس الاعلى للمرأة بنهجه المؤسسي القائم على قيم العدالة والشراكة والتنافسية التي تسعى لها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتحقيق اقصى درجات الرخاء والاززهار للأسرة البحرينية التي هي تحت نظر ومحط اهتمام ورعاية صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله والذي يبدل جهودا مخلصة نقدرها اشد التقدير لتكون المرأة البحرينية اليوم على اعلى سلم الاولويات الحكومية وفي ختم تصريح سموها حافظها الله اعربت عن تقديرها البالغ لنساء البحرين الكرام اللواتي يبدلنا كل ما بيسعنا للقيام بمسؤولياتهن الوطنية وواجباتهن الاسرية على افضل وجهة مكررة شكرها الخاصة للجميع من افراد وجهات على كريم تمنياتهم وتهانيهم معربة كذلك عن اعتزازها لما ابداه شركاء العمل من المؤسسات الوطنية من حرص بالاستمرار في دعم مبادرات المجلس ومقترحاته كمرجع رسمي مسؤول عن متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة على صعيد تقدم المرأة البحرينية وتمنت سموها للجميع كل التوفيق والسداد ولمملكة البحرين دوام الرفعة والرخاء ترجمة نانسي قنقر